وكل سنة وحضراتكم بخير كل سنة وحضراتكم طيبين عيد الأطحى هو يعني أو العيد الكبير بعد أيام ربنا يعني يعيد علينا وعلى مصر والدنيا كلها بالخير والبركة عيد الأطحى أو العيد الكبير في ثقافتنا احنا المصريين يعني عيد اللحمة العيد اللي كل الناس بتتسابق فيه عشان تضحي مش بس عشان السبب الديني لأ كمان عشان الناس انها تتبح وتهادي بعض وتتصدق وفيه ناس حرفيا الحقيقة ومش ببالغ ما بتعرفش طعم اللحمة إلا من العيد للعيد وكل الحقيقة بيتسبق في الخير وخير عيد الأطحى هو خير الأضحى بس للأسف يعني السنة دي ممكن يكون الوضع غير وبقى واضح كده يعني قدام ارتفاع أسعار اللحوم إنه فيه ناس كتير متعودة تتبح والضحي مش هتقدر وطبعا يعني إحنا ما نقدرش إن إحنا ننكر إنه إحساس صعب على الناس اللي متعودة إنها تتبح في العيد وإحساس صعب على الناس اللي في القرى أو في الشوارع اللي هي بتبقى محتاجة يعني إنها تستنى من العيد للعيد عشان يدخل بيته اتنين أو تاتة كيلو لحمة من أهل الخير بس يعني ممكن ما يحصلش السنة دي ممكن يبقى مش بنفس الكام ممكن يكون فيه تأثير معين المهم قبل أي كلام كده يعني عايز أقول إنه منهم لله اللي هم مين بقى يا جماعة منهم لله دول اللي هم كل تاجر جشع كل صاحب مزرعة مش بيراعي ضميره كل تجار أزمات الأعلاف وكل اللي لعبوا في سوق اللحمة وتسببوا في ارتفاع أسعار الأضاحي ثلاث أضعاف عن السنة اللي فاتت وقبلها حقيقة جد منهم لله سرقوا فرحة الناس الغلابة بعيد اللحمة لأن المضربات اللي عملوها وجشعهم تسبب في رفع أسعار اللحمة بالشكل ده أنا عارفة إنه الأسعار غالية طبعا والواقع في الأسواق بيقول إنه الأضحية النهاردة وصل سعرها من سبعين وثمانين ألف جنيه وأكتر حتى اللي كان بيضحي بخروف الأسعار وصلت لأكتر من يعني 13 ألف جنيه هو إلي 13 ألف جنيه جماعة آه الخروف مش كده مش الكيلو آه بس أكتر من كده على فكرة لا مش متوسط ما فيش ما فيه فين دقاتلي الخروف ب13 ألف ده أقل حاجة آه قولوا الأسعار قولوا الحقيقة للناس ما فيش خروف ب13 ألف جنيه حبيب بس كده ب17 و18 قولوا الحق للناس بس برضو في نفس الوقت الحقيقة عايزة أقول إن ربنا رزق مصر بكتير من أهل الخير وعرفة إنه كل مقتدر هيكون في العيد بيعمل حاجة مختلفة يعني المقتدر اللي كان بيتبح أضحية واحدة قبل كده أنا من غير ما أناشد وأشجع ولا أقول عرفة إنه إحساس أو الإحساس بالوضع الحالي دلوقتي إنه الناس دي هت يعني هتتبرع من نفسها وحتتبع هتتبع أضحية واتنين عشان تعود عجز بعض إخواته من الناس المحتاجة بسبب ارتفاع الأسعار أهل مصر على فكرة هم أهل خير وجدعان وقدرين يعملوا دا وما يحرموش الفقير والمحتاج من فرحة عيد اللحمة طيب أنا بقولك كلمتين دول وأنا وثقة الحقيقة من كل الكلام اللي أنا قلته عارفين ليه اللي هو إنه الناس في مصر ناس بخير وناس هتعمل الخير ومش هتتأخر عن حد فيه الإمام المصري كان فيه إمام مصري عظيم اسمه الليث بن سعد فمرة جات له في أيام صعبة زي اللي احنا فيها دي رحت له وحدة ستة ومعها برتمان مثلا هنقول برتمان قد دا كده قالت له أنا عايزة شوية عسل عشان ولادي فالإمام الليث اديها جرة جرة دي يا جماعة اللي هي يعني مثلا ممكن تكون عاملة زي البلاص مثلا يعني أضعف 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 الكمال لطلبتها خلاص فسألوا ليه عملت كده فقال لهم هي سألت على قدرها يعني على الحاجة اللي هي محتاجها وقدها وانا قدتها على قدري اللي هو غني وعنده فلوس ويقدر يديها هذا القدر فإحنا إحنا إحنا النسل ده إحنا ما طلعناش منه وعارفة إن مصر أهل خير ومبارح كنت بقوناشت وبقول على المبادرة بتاعة الأكل اللي بيفضل إن إهضار الطعام إحنا ممكن إحنا نحط في طلاجات وموضوع اللحمة ده أنا عارفة إن الناس اللي بيضحي واللي بيوزع حيوزع أكتر لأنه عارف إنه اللي محتاج دلوقت اللي من دول محتاج أكتر وإن شاء الله القادرين في مصر كتير وهيعملوا زي كده طيب جنون الأسعار ده يا جماعة واللي افترى ده وجشع وحجك بقى بتاعة أصله العلف أصله الدولار أصله مش عارف إيه ومدري إيه وكل الارتفاع ده وصلنا وصلنا لتراجع في البيع والشر طبعا آه مهو لما اللحمة يا جماعة سعرها آه يطلع ثلاث أضعاف يبقى هيحصل تراجع في الشراء طبعا مين حيروح يشتري كيلو اللحمة أبو ربعمائة جنيه مين يعني يعني صعب واللي كان بيشتري مثلا اتنين كيلو هيروح يشتري ربع كيلو ولا نص كيلو